قلت تقرير صحفية فرنسية أنه ناديا مانشستر يونايتد و جوفانتوس بيرغبوا بالتعاقد مع لاعب الدول الفرنسي موسى سيسوكو لاعب وسط نيوكاسل الإنجليزي وبالرغم من أنه ناديا الإنجليزي هبط لمصاف أندية الدرجة الأولى بس اللاعب ظهر بشكل مميز مع منتخب بلاده واعتمد عليه المدرب دي 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 شان خلال اليورو 2016 وكان مانشستر سبق وقبد الرغبة بالتعاقد مع سيسوكو وانضم جوفانتوس للصراع على اللاعب تحسبا لرحيل مواطنه بول بوكبا قال جوزي مورينيو المدير الفني الجديد لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه بيتطلع لنتائج سريعة مع الشياطين الحمر وأكد مورينيو رغبته باستمرار انتصاريته على ملعب الأولترافرد مع اليونايتد وأضاف بالمرة الأولى عام 2004 اللي رحت فيها للأولترافرد تمكنت أنه حقيق حلمي وهو الفوز مع بورتو بدورة أبطال أوروبا من بعد ما عبرنا المانيو بهدف الدقيقة الأخيرة بقيابة دور بعني هيئة للبطولة ذكر التقرير الصحفي ألماني أن نادي فولسبورغ ما بيمانع انتقال لعبه أندري شيرلي لبروسيا دورتموند إذا قبل دورتموند أنه يرفع المقابل المادة ووفقا لصحيفة سبورت بالألمانية دورتموند قدم 25 مليون يورو للتعاقد مع شيرلي بس فولسبورغ بيرغب أن يرفع العرض لـ 30 أو 32 مليون يورو وهو المبلغ الذي دفعه النادي ليستقدم الدول الألماني من شيلسي بمطلع عام 2015 واخذ شيرلي 63 مباراة مع فولسبورغ سجع خلالهم 13 هدف وصنع 10 أهداف بفكر نادي جوفانتوس جديا بالعثور على بديل للاعب دول الفرنسي بول بوكبا المرشع بأول الرحيل عن الفريق الإيطالي ووفقا لموقع كالتشومير كاتو الإيطالي فالجوفانتوس عم يدرس التعاقد مع لعب الوسط التركي لنادي برشلونة أردا تيران ليعود الرحيل المحتمل لبوكبا هالصيف ومن المتوى أن يقدم جوفانتوس 30 مليون يورو لضم اللاعب التركي بحال قررت إدارة نادي السيد العجوز ضمه ليكون بديل لبوكبا من جهة تانية بفكر نادي برشلونة بالتخلي عن لعبه التركي من بعد ما خيب الأميل بموسمه الأول مع انضمام دانيس سوريز رح يكون التخلي عن تيران بالنسبة لبرشلونة أسهل أشارع صحافة ديمارزيو نادي أرسنال عم يفكر بمحاولة جدية هالصيف أنه يضم مهاجم نابولي جونزالو هيجوين وحسب نفس المصدر فينجر على السادات لا يقدم على هالخطوة المجنونة ويضم هالمهاجم الحلم وعم يدرس الأرسنال أنه يقدم 50 مليون يورو بالإضافة لمهاجم الفرنسي أوليفيا جيرو بمحاولة جديدة مغرية ليقنان دي نابولي ساهم الأداء الجيد للاعب الوسط الوجوم الفرنسي ديمتري باي خلال كأسوروبا 2016 بيرفع سعره إلى 58 مليون يورو على الآل وقال رئيس سيدة وستام ديفيد جولد ما رح نسمع لحدا إذا ما عم بقدم الآل من 58 مليون يورو سجل 9 أهداف ديمتري باي بالموسم الماضي بـ 30 مباراة قال المدير الفن الجديدة باي الميونيخ قال إيطالي كارلو عين شلوتي إنه ما تولى تدريب الفريق ليقوم بثورة بعد حقبة المدرب جوارد جولا واشار إنه الباير أحد أفضل الفرق بالعالم ولازم نقدم كل شي في عنا ممكن وكشف المدرب الإيطالي اللي بلش حديثه بمقدمة باللغة الألمانية اللي اتعهد إنه رح يحسنها إنه ما بيشوف أي ضرورة إنه نايد الباير يتعقد مع لعبين جديد بس ما استبعد الأمر بشكل نهيئي وأوضح إنه هدفه هو المنافسي على كافة البطولات وبينتهم أكيد دوري أبطال أوروبا ذكرت اللجنة الأولمبية الدولية إنه مدينة ريو دو جانيرو البريزيلية جاهزة لاستقبال ضيوف دورة الألعاب الأولمبية المقررة بين الخامس و 21 من شهر أب المقبل وهالشي تأكيدا من اللجنة على دعم ريو 2016 وقالت نوال متوكل لرئيس جديد التنسيق التابع للجنة الأولمبية الدولية ببيان صحافي بعد الزيارة الأخيرة لإلى لريو دو جانيرو إنه هي جاهزة لاستقبال العالم وأشهدت أيضا بالقرية الأولمبية الرائعة ومواقع إقامة المسابقات المذهلة للغاية وتحول يلي أنجزته ريو دو جانيرو وأكدت إنه نجاح للعب الأولمبية رح يكون نجاح للمدينة ترجمة نانسي قنقر